توقعات بصيف قائض على العراقيين بسبب أزمة المياه المستمرة في العراق رغم هطول كميات وافرة من الأمطار للموسم الحالي فغياب التخطيط الحكومي يأتي في مقدمة أسباب استمرار أزمة شح المياه مع احتمال تجدد المظاهرات التي اندلعت في تموز الماضي وسط وجنوبي العراق ورغم أن مخزون المياه في البلاد للعام الحالي قدر بنحو 42 مليار متر مكعب أي ما يعادل ضعف مستويات المياه في العام الماضي الذي اتسم بالجفاف لكن ذلك غير كاف في مقابل المشاكل الأخرى الكثيرة في العراق مثل ترد البنى التحتية والفساد الإداري وشح الأموال بالإضافة إلى التغير المناخي أغلب محطات الضخ تعاني من الإهمال مثل محطة ضخ المشاهد شمالي بغداد حالها في ذلك كحال جزء من شبكة المياه التي أنشئت قبل الست عقود من الزمن في تربة مسببة للتآكل بفعل الرطوبة وهو ما أدى إلى تسرب ما بين 60 إلى 70% من المياه قبل أن تصل إلى المنازل أو الأراضي الزراعية ومنذ بداية الحرب على تنظيم الدولة في 2014 إلى يومنا هذا لم تبني الجهات الحكومية أي محطة جديدة للمياه باستثناء المحطة التي ترم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف إن شاءها في العراق وتؤكد الأمم المتحدة أن نصيب الفرد من استهلاك المياه يوميا في العراق يعادل ضعف المستوى العالمي البالغ 200 لتر وهو رقم مرشح للارتفاع بسبب درجات الحرارة المرتفعة بالتزامن مع توقعات بأصول عدد السكان إلى 50 مليون نسمة قبل عام 2030 وهو ما سيؤدي إلى عجز في إمدادات المياه ستبلغ نسبته 37% بحسب معهد الطاقة العراقي ووفقا للبنك الدولي فإن العراق مقبل على مزيد من حالات الجفاف الشديد بدءا من العام 2020 أي ما يعني مزيدا من المعاناة للعراقيين